الآن الإمام الدردير رحمه الله لما انتهى من الكلام على الصفات السلبية وذكر الوحدنية قال تخالف للغير وحدنية في الذات أو صفاته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهاري جل وعلا الآن وحدنية الأفعال وما نشأ عنها من خلاف بين العقول الآن هذه مسألة نهاياتها دقيقة وهذا الدرس للمبتدئين لكن كيف سأصل إلى النهايات في هذه المسألة أولا كما ذكرت عند الكلام على الحكم يجب عليك أن تفهم الحكم العادية فهما جيدا وأن تحفظه يعني تحفظ تعريفه كما عرفه علماء أهل السنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني يجب أن تكمل في المستويات الأخرى وهذه المسألة مسألة الكسب والخلق والعلة والمعلول والقوة المودعة أنا ألفت فيها رسالة سميتها مثلث المعضلة من ثلاثة أجزاء الجزء الأول تكلمت فيه رسالة هذه تكلمت فيها عن حكمة الله سبحانه وتعالى وسميت هذه الرسالة تنبيه الحيران على حكم السلطان والرسالة الثانية سميتها تنظيم السير لحركة الشر والخير في هذا الوجود والرسالة الثالثة سميتها قطار الأقدار بين كهف الحكمة وسكة القضاء تكلمت فيها عن الخلق والكسب والتوفيق بين النصوص وفك التعارض بين الله خالق كل شيء وبين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر المهم أن هذه المسألة الدقيقة والتي حصل عليها خلاف لا يفهمها الإنسان إلا بعد أن يقطع شوطا في العقائد وفي هذه الرسالة موجودة على اليوتيوب مثلث المعضلة الجزء الأول تنبيه الحرار الجزء الثاني تنظيم السير الجزء الثالث قطار الأقدار